اشتركوا في القناة اول حاجة راح نبدأ في شرح الكلمات الموجودين عنا فوق نبدأهم ناخد كلمة كلمة بالاول وان شاء الله بدياكوا تنسخول إياهم بالبيت وتبعتول إياهم على الكلاس عشان أشوف تخطح لهم رتب وتحفظوا إياهم بثير مليح اول كلمة معانا وهي كلمة فات اول كلمة معانا كلمة فات look at these two fat and thin look at these two cats هدولت القطتين في واحدة فيهم فات عند واحدة فيهم thin فات معناها سمين فات معناها سمين في عكسها the opposite of fat is thin thin إذن فات معناها سمين أو تخين يعني وثن معناها ضعيف أو نحيف الكلمة الثالثة معانا look at this picture here الكلمة هادي بمعنى heavy heavy بمعنى ثقيل heavy ثقيل شوف الفرق ما بين الورقة والتفاحة heavy is thقيل heavy thقيل the opposite of heavy is light طلعيلي عن ريشة هادي خفيفة جدا عشان هيك قلنا عليها light light إذن the opposite of heavy is light the opposite of heavy is light heavy ثقيل عكسها خفيف تمام نجي لتلمة لبعدها look at this boy بينط طيو بشكل مرتفع أو عاري عاري معناها high look at the two letters here هدولات الجي والأتش قلنا قبل هيك إنه الجي والأتش silent بنكتبوا بتقرأهم مش بنكتبوا ولا نيلفظوا إذن silent silent high the opposite of high is low the opposite of high is low the opposite of high is low لو معناها منخفض لو معناها نكمل عني بعده look at this girl this girl is young young معناها صغيرة العمر young معناها صغيرة العمر the opposite of young is old طبعا أنا هبعتلكوا الكلمات والعكوسات في ورقة عمل منفصلة ومستقلة الكلمة اللي بعدها معنا هنا look at this street street هدا الشارع عندنا ما يأخذ أكتر من سيارة وممكن يأخذ السيارة الثالثة بيصير الكلمة معناها wide بمعنى واسع wide بمعنى واسع wide بمعنى واسع تمام عكس wide هادي راح برضو أبعتلكوا ياه في ورقة العمل عكس wide narrow narrow كله هدا راح أبعتلك ياه بورقة العمل الكلمة الثالثة الكلمة اللي بعد هيك اللي معانا look at this boy look at his arm he is very strong 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 بمعنى قوي strong بمعنى قوي the opposite of strong is weak بمعنى ضعيف كل الكلمات الجديدة هدا راح أبعتلك ياه ولازم تحفظيها وتعرف اللي هو كسار بالضبط هلا كل اللي مروا معانا قبل من fat thin heavy light high low young white كل هادي عبارة وسترونج عبارة عن صفات صفات بالانجليزي يعني adjectives adjectives هادي لازم تنتبهي كتير ان هادي عبارة عن صفات لانه درسنا الجاي عبارة عن كله شرحان الصفات واستخداماتها تمام نكمل الكلمات اللي معنى هادي مش صفة عشان هيك أنا وقفت هادي مش صفة throw اللي هي part of speech is verb يعني فعل بمعنى يرمي عكسها catch ورح برضو أكتبلك ياه تلاقيها بورقة العمل بمعنى يرمي catch عكسها يلتقد تمام نرجع تاني للصفات من أول وجديد look at the girls her ها أنا شايفين شاعرها ما له شاعرها long long بمعنى طويل وعكس long اللي هي short كل هادي عبارة عن صفات نكمل علي بعده look at that boy he's very clever clever بمعنى clever بمعنى زكي او مشتهد عكسها stupid بمعنى غبي برضو هتلاقيوا الكلمات الجديدة كلها بورقة العمل ياريت يا بنات بعد إذنكو ات اتراجعوا كل الكلمات وتحفظوها كويس سمعوها كتير مني هنقرأهم من أول وجديد عشان إيش ما يكونش صوب عليكم fat thin heavy light high low young wide throw strong long clever تمام هلا ننتقل لصفحة الكتاب page number 40 رح نشرح الدرس تابعنا اليوم ونشوف شو قصة reading pictures هاري لي هانا والتايتل عنا اسمه basket ball إذن رح يكون عنوان درسنا basket ball ورايح يكون درسنا بحكي عن basket ball نطلع على الصور الموجودة عندنا ناخد أول صورة معنا في الدرس تابعنا look at the first picture here زي ما احنا شايفين we can see ben and he is playing this is a picture of ben and he is playing basket ball بدنا نشوف شو بحكي بن عن الصورة هاري انتبع تحت الصورة الأولى بيقول لك basketball is a fast sport fast sport fast واسم يقول fast بمعنى سريع عكس fast is slow عكس fast is slow slow كله برضو رح أبعطلك إياه بورقة العمل boy and girls can play basketball لولاد والبنات بلعبوا basketball مش بس لولاد التنين لولاد والبنات it's great fun مليانة مليئة بالمتعة كرة السلة مليئة بالمتعة تمام نسمع بنت شو بيقول فوق هنا بيقول I like playing basketball in this photo I'm younger shorter and fatter كيف يعني أنا في الصورة اللي ورا هادي أنا أصغر وأقصر وأسمن شايفيني الإي آر هادي بنات بمعنى تعطي التفضيل أو تعطي اللي هي صفة المقارنة ما بين الشخص والتاني يعني أنا أصغر مش صغير أصغر مش قصير أقصر مش سمين أسمن مثلا الإي آر هادي عبارة عن comparative مقارنة ما بين الصفات والدرس هدا راح نشرحه إن شاء الله بالدرس القادم بإذن الله نطلع على picture number two we can't see Ben here and as we can see this is a picture of players of basketball players how many people or how many players here أكم من لاعب عنا هنا one two three four and five خمس لاعبين للاعبين كرة السلة وطبعا زي ما أنتوا شايفين في عندك الشورت في عندك الطول في عندك الثن في عندك الفات وفي طبعا boys and girls كله بيقدر يلعاب لعبة كرة السلة خلينا نتبع تحت صورتنا ونشوف شو مكتوب طبعا معايا you need five people to play basketball محتاجين خمس لعبين للعب كرة السلة everyone شايفين يا بنات مين بيقدر يلعب الكرة everyone everyone can play basket can play this sport this sport بتعود على basketball this sport بتعود على basketball زي مين جايب لك أمثلة young صغير العمر old كبير العمر tall طويل short قصير thin نحيف heavy ثقيل and lie to وكذلك الخفيف الوزن أو خفيف الوزن تمام بقوللي نكمل you need to be clever and throw the ball high لازم تكوني زكية كيف زكية يا بنات ترمي الكرة بالعالي لعبة الباسكتبول محتاجة لك تكوني clever in order to throw the ball high and low لو تكوني قريبة على السلة بترميها لو لما تكوني بينها على السلة لازم تكوني زكية وتحسب المسافة شو كمان بيقولك you need you need to be strong and fast ايش محتاجين نكون كمان strong and fast فصارت عنا مواصفات لعيب كرة السلة لازم يكون clever through the ball high ولازم يشكي من يكون strong and fast سريع وقوي تمام يا بنات نيجي لآخر صورة معنا بالكتاب نتبعها مع بعضنا نجيبها من مكان تاني أسهل لنا تمام عشان تكون أكبر هنا look at this picture look at this picture here هنا عينا اللي في الصورة موجود عنا واحد اسمه اميريكي الشخصية هذا شايفين كيف هو بلعب لأكيد مبين عليه a basketball player he is very heavy تقيل كتير and he's old tall and strong look at his strong arms شايفين ذراعته ذراع تابعه قوي قديش look at his shoulders اطلعوا على كتافه he has a very wide wide يعني واسع a very wide shoulders كتاف واسع كتير and he's playing basketball خلينا نتعرف عليه ونشوف مين هو هذا أصلا وشو مواصفاته بولك this is دويت هاور he is American nationality is American شو جنسيتو American so he's from من وين إذن إذن nationality American إذن هو من وين he's from America excellent تمام نكمل he is over over أكتر يعني over 2 meters tall أكتر من 2 متر شايفين الباب قديش طوله الباب بالضبط 200 هو بقولك over أكتر من 2 متر and is one and 20 كيلوز قديش وزنه 120 كيلو شوفوا قديش يعني ممكن تقولي أدوزنك 4-5 مرات he is wide shoulders كتاف وعراض شايفين قديش كتاف وعراض and very strong arms والأذروع تبعته كتير قوية very strong إيش كمان من المواصفات قلنا لعيب كرة السلة لازن يقول he is clever زكي are playing basketball كيف clever he can throw the ball low and high بيقدر يرمي كرة السلة بالعالي وبالواطي طبعا لما عمر وبن شافوا اللعيب هذا وإيش مواصفاته وقديش هو قوي وقديش هو شاطر في لعب الباسكتبول بن بيقوله he is heavier than me he is heavier than me أتقل مني رد عليه عمر وقال له he is stronger than me هو أقوى مني he is amazing amazing بمعنى رائع the same meaning of wonderful تمام يا بناتي حلوين إذن هيك شرحنا إحنا الدرس تبعنا لليوم والأربع فقرات تبعتنا عليك إنك تعملي copy the new words ينسخيل الكلمات في دفترك الكلمات وبعتلي اليوم على classroom أحفظ الكلمات كويس أدرس الدرس كويس ورح أبعت لك إن شاء الله كمان ورقة عمل بتلخيص الكلمات عقوشاتها وclassifying لمعظم اللي هي كلمات الموجودة عندك ياريت يا بنات تدرس الدرس منيح لأنه الدرس الجاي كتير مهم بيحكي عن الصفات أهم حاجة مرت علينا هنا اللي هو معظم كلماتنا كانت عبارة عن adjectives adjectives طبعا بعد هيك إن شاء الله أشرح لك شو هم أنواع adjectives وكيف رح نستخدمهم وكيف رح نضيف المقارنة ونضيف نعمل مقارنات ما بين شخصين أو شيئين تمام يعطيكوا ألف عافية وأي ملاحظة يريد تبعتوا لها ويريد تتحلوا للسؤال رقم واحد واتنين واحد وصفحة واحد واربعين اكسرسايز نمبر وان اكسرسايز نمبر فور يعطيكوا ألف عافية